موسيقى بسم الله الرحمن الرحيمي أعزائي طلبة وطالبات أول عدادي أهلا وسهلا بكم في قناة Easy English with Mr. Mohsen ودخلنا على موسم الامتحانات وهنبدأ إن شاء الله حل تستات أو اختبارات للوحدات وبعدين هنتبحى باختبارات لكل المنهج بشكل عام وهنبدأ مع بعض بالاختبار الأول للوحدة الأولى أولا هنبدأ بخطة العمل الخاصة بالفيديو الخاصة بالاختبار الأول أولا بتنقسم الاختبار وينقسم الاختبار إلى ست أسئلة السؤال الأول وهو الاستماع السؤال الثاني هو المحثة السؤال الثالث هو قطعة الفهم السؤال الرابع هو اختيار من متعدد والسؤال الخامس تصويب الخطأ أو والسؤال السادس وهو القطعة الإنشائية أو البراغراف أو الإيميل بس هنختصر في إنشاء البراغراف وبعدين هناخد الإيميل ونعرف إزاي تصميمه يلا نبدأ مع بعض أولا السؤال الأول أنا هطرح عليكم السؤال هي كل الامتحان محلول بس هنطرح السؤال كأنه سيناريو خاص بالامتحان أو مشهد خاص بالامتحان السؤال الأول الليسنينج هنبدأ به عندي 3 أسئلة أو 4 أسئلة بتكون موجودة في الليسنينج هنستمع لقطعة والقطعة دي هنركز فيها عشان نعرف إزاي نجاوب مع بعض عاوزك بعد ما تستمع للقطعة تركز في الفيديو وتوقف الفيديو وتركز فيه وتحل وبعدين هقول لكم على الإجابة هتكون إزاي أولا عندنا نص الاستماع اللي احنا هنتكلم عليه نص الاستماع بيقول نص الاستماع بيقول Heidi sleeps in a bed in the attic of the house. She drinks goat's milk and eats bread and cheese. أرى الكم تاني نص الاستمع بيقول Heidi is an orphan girl. She goes to live with her grandfather. Her grandfather is an old man. He lives in a small house in the mountains and he has lots of goats. Heidi sleeps in a bed in the attic of the house. She drinks goat's milk and eats bread and cheese. ده كان نص الاستمع الخاص بالاستمع. دهما نتركزوا فيها وتحاولوا تحلوها قبل بندخل على الإجابة. الإجابة هتكون بالشكل ده. طبعاً إحنا استمعنا وكانت القطع عن Heidi. أول واحد السؤال بيقول لي Why did Heidi go to live with her grandfather? ليه Heidi عايزة تعيش مع جدها? أو أي السبب اللي خلها تذهب عشان تعيش مع جدها? لأنها she is an orphan أو she is orphan يعني هي بنت يتيمة Number two Where did her grandfather live? فين كان بيعيش أو أين كان بيعيش جدها? جدها كان بيعيش طبعاً زي ما أرينا في نص الاستمع In a small house في منزل صغير Number three Where did Heidi sleep? Heidi بيتنام فين؟ طبعاً Heidi بيتنام in the attic اللي هي الصندرة غرفة الصندرة اللي هي الغرفة اللي أعلى المنزل Number four What did she drank? ماذا هي تشرب؟ تشرب milk لبن تشرب لبن ننتقل إلى الثؤال الثاني الثؤال الثاني وهو الخاص بالديالوج أو المحادسة هنكتب المحادسة وهنقراها وهنعرف نحلها إزاي وفي الآخر هنشوف الحل وأتمنى أن تركزوا معايا وتبدأوا تحلوا من قبل ما تظهر الإجابة عندي هنا المحادسة إزاي أتعمل معها؟ المحادسة إحنا بنضيف كلمة واحدة فقط عشان نكمل بها المعنى أولا عشان أتعامل مع المحادسة بشكل جيد هعرى المحادسة كلها عشان أفهم الفكرة العامة الموجودة وراء المحادسة وبعدين هعرف إزاي أتعمل معها سما سما what is your grandfather's هانا she is called فاتمة سما how is she she is 55 سما she cook well yes she does سما where she live هانا she loves كايرو إذن الفكرة العامة بنتكلم على نقطة معينة عن جدة جدة هانا و سما بتسأل أسئلة وهانا بتجاوك فإذن لما أجي أحل السؤال ده هشوف الإجابة وشوف وقارنها بالسؤال هنا الإجابة السؤال بيقول what is your grandfather grandmother's sorry she is called فاطمة بعد ما نركز بعد ما نفهم الوضع ماشي إزاي ننتقل إلى الإجابة الإجابة هنا هنحلل بشكل تفصيلي إزاي جاوبنا على السؤال ده سؤال المحادثة من الأسئلة اللي هي بتوجه صعوبة في مع بعض الطلاب وبعض الطلاب عندهم سهولة فيها بس المحادثة عشان نبقى جايدين فيها محتاجين إن احنا نحل كتير وكتير وكتير سما what is your grandfather's أكيد بتقول لها she is called فاطمة يبقى السؤال أكيد what is your grandfather's name ما اسم جدتك فبتقول اسمها فاطمة سما how not is she she is 55 55 يعني 55 سنة يبقى إزا هنقول how old لأن هنا بسأل عن العمر سما she cook well اللي جابة بتقول yes she does يبقى إزا لازم أسأل السؤال الكلي اللي هو هجبته yes أو no بdoes لأن وجود does هنا هو اللي اداني الإشارة إن أنا أستخدمها في السؤال does she cook well هل هي تقوم الطهي بشكل جيد سما where she live she lives كايرو يبقى إزا عندي نقطتين أول نقطة هو الفعل المساعد زي ما قلنا في زمن المضارع البسيط اللي أنا محتاج أجيب فعل مساعد يتناسب مع الفعل والفعل مساعد في المضارع البسيطي إما do أو does do مع I, you, we, they وdoes مع he والshe وقات وأي اسم مفرد فإزا أنا هستخدم does هنا she lives كايرو المكان طبعا هنستخدم معها إن أو أت على حسب المكان المطلوب لكن هنا هنستخدم إن لأنني متكلم على بلد فقلت إن كايرو في القاهرة ننتقل ليه السؤال الثالث وهو قطعة الفهم reading comprehension إزاي تعمل مع قطعة الفهم أو reading comprehension بعض الناس بتقول إن هي صعبة أو إزاي هتعامل معها وأقرأ وأحل الأسئلة مباشرة وخطط الأسئلة من القطعة مباشرة لكن اللي أنا بأنصح به إن احنا نقرأ القطعة ونقرأ الأسئلة وبعدين نشوف إزاي نوصل لها هنلاقي كلمات صعبة بلا شك ممكن نكون عندنا كلمات صعبة بس لو فهمنا الفكرة العامة هنعرف نجاوب بشكل جيد أولاً قطعة الفهمة هنقراها وبعدين هنشوف الأسئلة وإزاي تكون الأسئلة وهنتعامل معها إزاي أولاً قطعة الفهمة هنا reading comprehension أو reading passage هنقول read the following then answer the question يعني اقرأ القطع دي وبعدين نجاوب على الأسئلة القطعة بتقول my name is Mustafa I am 32 years old I am an engineer my hobbies are listening to music and washing television when I am free I open I often listen to my favorite songs at weekends I usually go to music shops to buy good CDs I always feel tired after a day's hard work so I usually listen to music in order to forget all worries in work also listening to music will help me become relaxed and more comfortable before starting my work I always spend an hour after dinner watching news and programs I enjoy the program the world here and there because it makes me know more about nature هنا طبعا عندنا كمية الكلمات الكلمات غالبيتها بنستخدمها أو موجودة عندنا في المنهج وزت في unit 1 لكن في بعض الكلمات قد تكون بيدة عنك شوية زي كلمة على سبيل مثال نقول in order to in order to هنا in order to يعني لكي لكي in order to لكن باقي الكلمات نعتقد نحن نعرفهم لو في أي كلمات مش عارفين معناهم اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو وناتشر يعني طبيعا بالنسبة للأسئلة الخاصة بال passage أو comprehension بتكون أسئلة يا إما أسئلة مباشرة يعني إجابتها بتكون مباشرة موجودة في القطعة بشكل مباشر أو أسئلة بتحتاج تفكير لمدة دقيقة واحدة فقط يعني أسئلة مش هتبقى صعبة علينا هنرى الأسئلة وهنفهم معناها ايه what are مصطفى's favorite hobbies ما هي ما هي الهوبيز أو الهوايات المفضلة لمصطفى نسبة number two where does مصطفى buy good CDs مصطفى بيشتري منين الCDهات الكويسة أو استوانات الأغاني number three what do you think of music ماذا تعتقد في الموسيقى السؤال التالت ده ده سؤال بنسميه سؤال تفكير أو سؤال نقدي ماذا أعتقد في الموسيقى ده معناه رأيي أنا وأدعمه بدليلي أما من القصة أو من عندي بس لازم يكون في عندي الgrammar أو القواعد أكتبه بشكل صحيح والكلمات مكتوبة بشكل صحيح والتنين لو قلت yes أه ولو قلت no أه لو أنا مع الموسيقى أو معنا ضد الموسيقى بس بحط الدليل أو بقول ليه أنا الموسيقى كويسة أو مش كويسة إزبال الأسئلة أكيد الإجابة موجودة في القطع وأنا عرف إزاي وإحنا بنجاوب عليها أتمنى تبدو أو تجاوبوا على القطع مباشرة قبل من نشوف الإجابة number five موسطافا spends minutes after dinner watching news and programs 15 30 minutes 60 minutes or 45 minutes spends يعني يقضي وقتا number six موسطافا works as a doctor teacher former engineer أعتقد اللي الثلاثة أو الثلاثة إجابات موجودين في القطعة بس هنلاحظ إننا السؤال الثاني محتاج نفكر فيه لمدة دقيقة ننتقل إلى الإجابة الخاصة بها وبعد ما أرينا السؤال الأول what are مصطافا's favorite hobbies ما هي مصطافا's favorite hobbies ما هي هويات مصطفا المفضلة مكتوب عندي طبعا في القطعة هويات مفضلة هو بيقول my فبالتالي مش هجاوب بنفس النص اللي موجود في القطعة لا أنا هغير النص على حسب السؤال اللي بدون السؤال هو بيسألني عن مصطفا my hobbies ليه his hobbies his hobbies are listening to music and watching TV اللي هي إحنا جاوبنا عليها تحت number two where does مصطفا buy good CDs طبعا إحنا جاوبنا عليها موجودة he buys good CDs from music shops وهنا موجودة from music shops to buy good CDs بس هنمش هناخد في النص إحنا هنجاوب على حسب السؤال على حسب طبيعة السؤال يعني مش هنجيب مباشرة من النص ونحط نجي عندي السؤال الثالث اللي هو do you think of music أنا قلت عن رأي I think music makes me relax زي ما بيقول مصطفا هنا وممكن أجيب شيء آخر ممكن أجيب شيء آخر أنا قيدت مصطفا في كلامه وجاوبت الحاجة اللي مكتوبة هنا makes me relax because music makes me relax number four وهو الإجابة بنقول listening to music makes مصطفا أكيد relax وهي موجودة هنا عندنا في الناس makes مصطفا relax وكي and number five مصطفا spent minutes for dinner 60 minutes طب أنا قررت إزاي 60 minutes لأن أنا شفت هنا أن هو spend after dinner I watching spend an hour an hour يعني ساعة وساعة بتساوي 60 دي إيها بالتالي أنا اخترت 60 number six مصطفا works as مصطفا بيشتغل ايه بيشتغل engineer والسؤال موجود في القطعة مباشرة وبكده ننتهي من قطعة الفهم والسؤال الثالث وننتقل إلى السؤال الرابع وهي اختيار من المتعددة وتشوذ the correct answer السؤال عندي 10 نقطة وكل نقطة هنجاوب عليها بس بعد ما نقراهم بالنسبة لحل الجزء الخاص بالاختيار عندي أستخدم نظامين هنعرف إزاي أستخدم النظام ده وإزاي أعرف أحل number one my best friend is aya called calling called or could number two every athlete wants to go to the athlete يعني شخص رياضي mathematics physics athletics Olympics number three when her parents died in an accident she became or an orphan unkind old ugly when her parents died in an accident she became an orphan unkind old ugly number four Selva works hard to her dreams sleep have achieved tape number five a room at the top of the house is called an attic a city an orphan or a top number five number six sorry number six I every day to be fat watch take eat train number seven your aunt and uncle's daughter is your uncle aunt son cousin number eight Mohammed sometimes computer studies at school has have having had a what is the boy's name be name is Sammy my name is Sammy your name is Sammy her name or his name Sammy number 10 رحمة isn't or doesn't or never or don't travels to Alexandria by train وده العشر نقط الخاصة بالاختياري هندخل ونعرف الإجابة ازاي ونفهم ازاي اتمنى تحاولوا تحلوهم عشان تيجوا معايا في الإجابة ونفهم بشكل اكتر ازاي هنتعامل مع السؤال ده بالنسبة لسؤال الاختياري قد يراه البعض ان هو سؤال سهل جدا وقد يراه البعض ان هو سؤال صعب جدا قد يراه البعض ان هو سؤال بيحير معرفش اختار ايه ولا اولا 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 في الاختياري لو انا عارف الاجابة بشكل متأكد منها بالليون في المية بختارها من بينهم بس بشرط ان انا اقرأ كل الاختيارات عشان اعرف بشكل صحيح حال انا اختياري صحيح ولا لا دي اول شيء لو في عندي اي لخبطة مش عارف هجاوب ازاي هحاول استبعد الخطأ اللي انا شايفه خطأ وماينفعش مع الجملة number one my best friend is نقط اعية هنلاحظ ان انا في عندي بعض الكلمات في نطقها واحد زي cold و cold دي ودي الاتنين واحد فبالتالي هحاول اشوف ايه اللي هينفع مع is هنا واستخدمه اكيد هستخدم تصريفه الثالث بتاع كلمة cold او صفة cold تسمى او تدعى فهبعد عن ال-Ign والصفة والفعل النقص number two every athlete كل الرياضي wants to go to that اكيد كل الرياضي مش هيروح للماثيماتيكس لان دي رياضيات والفيزيكس فيزياء والاثليتيكس الالعاب القوة لا هيروح دايما للأولمبيكس الأولمبيكس هي الألعاب الأولمبية اللي بتشمل الألعاب كتير زي ما تعلمنا وعرفنا حبيبة مرزوئ عنه او حبيبة مرزوئ number three when her parents died in an accident she became died in accident يعني توفوا في حادث يبقى اكيد هي أصبحت orphan يعني يتيمة number four salwa works hard to not hear dreams salwa works hard to achieve عشان تحقق حلمها لازم تكتهد عشان تحقق حلمها number five a room at the top at the top of a house is cold الغرفة الصندرة اسمها ايه أكيد هتكون attic لو أنا مش عارف كلمة attic معناها ايه رابعنا خد تعلم لو مش عارف معناها ايه فيش اي مشكلة بذهب ان انا اطلع الكلمات الخطائية يعني city طبعا استحال تكون مدينة هي الغرفة الموجودة أو orphan يتيم أو يتيمة لا أو top يعني القمة لا بالتالي هي هتكون attic number six I train everyday to be fat أتدرب كل يوم عشان أبقى عندي لياقة number seven your aunt and uncle's daughter is your أكيد بنت خالتي أو بنت خالي أو بنت عمي اسمها cousin cousin يعني ابن العم أو بنت العم number five eight محمد sometimes computer studies at school أكيد has computer studies at school لأن محمد بيساوي he number nine what is a boy's name ما اسم الشخص اسم الولد أكيد his name لأن هو his هي صفة الملكية الخاصة به فنقول his name is Sammy number ten رحمة travels to Alexandria by train أكيد هنختار never طب ليه هنختار never لماذا اختار never لما اختار doesn't أو isn't أو don't أولا isn't مش هتنفع لأن isn't ما تستخدمش مع الفعل في زمن المدارع البسيط فبالتالي هستبعد isn't don't مش هسبع don't نهائيا لأن don't ما تنفع شي مع الاسم المفرد he أو she أو it أو أي اسم مفرد طب وجود travel فقد كنت اخترت doesn't فبالتالي هستخدم ظرف التكرار اللي هو بيساوي النفي وهو never أبدا وكده ننتقل من السؤال الرابع الخاص بالاختيار وننتقل إلى السؤال الخامس اللي هو تصويب الخطأ أو correct underline words دايما بيحط لخط تحت الكلمة الخطأ وأنا محتاج أن أصحح الكلمة هنقرأ الكلمات ونركز فيها ونفهم الكلمة موقعها عشان نعرف نصرف الفعل أو نستخدم الكلمة الصحيح نحن بيحط الخطأ عندي ومحتاجين نستبدل الصيغة الخاصة بيها number the pen belongs to honey it's hair number three hair هي الخطأ number three he eats usually it's usually هي الخطأ cheese and bread for breakfast number four that pen is me and this is yours that pen is me and this is yours الخطأ هنا me نحاول نحلها وبعدين ندخل على الإجابة وهنفهم إزاي جاوبنا واخترنا ليه الصيغة دي أول واحدة we usually getting up early every day هنا أنا طبعا كان الخطأ عندي getting لأن أنا usually بتدل على زمن المدارع البسيط فلازم أجيب الصيغة بتاعة الفعل في زمن المدارع البسيط وهي get فبالتالي أنا اخترت get عشان احنا في زمن المدارع البسيط واللي دللي كلمة usually number two the pen belongs to honey يعني القلم ده بتاع honey it's hers لا طبعا here خطأ لأن here دي صفة ملكية وخاصة بشي لكن honey هستخدم معه he إذن هتبقى his he eats usually cheese and bread for breakfast يبقى هنغير وهنقول he usually eats لأن ظرف التكرار دايما بيكون قبل الفعل مش بعد الفعل ظرف التكرار بيكون قبل الفعل مش بعد الفعل فإذن خليتها usually eats number four that pen is me and that this is yours طبعا الخطأ هنا لأن me هي ضمير المفعول وأنا مش محتاج ضمير المفعول هنا أنا محتاج أكتر حاجة أن أنا أضع ضمير الملكية وهو mine ضمير الملكية وهو mine لو عندكم أي مشاكل في القواعد أو محتاجين شرح قاعدة معينة وترسلوها على التعليقات أسفل الفيديو السؤال السادس عندي القطع الإنشائية وهي البراغراف نتعامل إزاي مع البراغراف إحنا محتاجين ما بين 70 لـ 80 كلمة على الأقل تكون في البراغراف هل هنحفظ البراغراف لا أنا مش أنصار إن إحنا نحفظ البراغراف بس إحنا نعرف نكون إحنا حفظنا الكلمات اللي موجودة في اليونيتات وعرفنا القواعد فبالتالي ده الوقت المناسب إن إحنا نستخدم القواعد ونستخدم الكلمات في تكوين الجمل محتاجين نشوف ما نجيبش كلمات صعبة ولا بعيدة محتاجين ومحتاجين إن نحن نستخدم القواعد ونركز كمان على الترقيم لأن الترقيم والكتابة الصحيحة للكلمات والكتابة السليمة للقواعد هو أكثر الأشياء اللي بيركز عليها المصححيين في البراغراف يلا ننتقل الأول إلى البراغراف بتاعي بنتكلم على A famous sports women A famous sports women يعني رياضية مشهورة لنا الاختيار في أي رياضية نحن نعرف عنها أي معلومات محتاجين نجمع معلومات عن أي رياضية أو ونكتب عليها بصيغة كويسة عندنا في المنهج الرياضية هي حبيبة مرزو وده اللي احنا كتبنا عنها البراغراف وما كتبناش بالنص زي ما هو موجود فيها ولكن ألفنا من عندنا بس بشكل صحيح وما اخترناش أي كلمات صعبة اللي جابة هتكون عندنا بالشكل ده زي ما قلنا حبيبة مرزو We have a lot of successful sports people in Egypt عندنا كثير من الرياضيين المشهورين أو الناجحين في مصر هناخد على سبيل المثال حبيبة مرزو is one of them حبيبة مرزو هي واحدة منهم وأنهيت الجملة بنقطة يبقى بدأت الجملة بالحرف كابتل زي ما قلنا في البراجراف أو في البنكتويشن نحن بستخدم حرف كابتل في بداية الجملة وكمان في الأسماء الأعلام وأسماء البلاد أسماء الأشخاص وأسماء البلاد بنستخدم الحرف الكبير الكابتل وبنستخدم علامات الترقيم بشكل صحيح اكتمل معنى الجملة فأضفنا النقطة في النهاية she is a famous sports woman هي شخصية مشهورة أو رياضية مشهورة مصرية she is a gemanist هي gemanist وجeminist يعني لعبة جمباز she is from كايرو إنها من قاهرة ونلاحظ إن الجمل سهلة وبسيطة مش محتاجين إن نحن نجيب جمل صعبة she is from كايرو she loves with her family بتعيش مع عائلتها she is 18 years old عندها 18 سنة she is a hero إنها بطلة she trains 5 hours a day تتضرب لمدة 5 ساعات في اليوم it's hard work طبعا ده عمل شاق بالنسبة لها she can balance between the sport and study بتوازن ما بين الرياضة الرياضة والدراسة she is a top jiminist in africa هي واحدة أو على قمة أو أكثر رياضية متميزة في أفريقيا لعبة جنباز she wants to go أولمبيكس تمنى إن هي تتأهل الأولمبيات she is healthy food تأكل طعام صحي to be fat to practice this hard sport حتى تمارس الرياضة الشاق هنلاحظ إن الكلمات مستبعدين أي كلمات صعبة جبنا الكلمات البسيطة فقط واللي موجودة عندنا في المنهج ونتمنى إن نستخدم الكلمات البسيطة ما نحاول إن نفكر نجيب كلمات صعبة ما نعرفش نستخدمها وقواعد ما نعرفش نطبقها إذن هنطبق القواعد بشكل سليم الكلمات اللي حفظنا بشكل سليم وإذوات الترقيم بشكل سليم وبكده حلينا السؤال الأخير من غملة دايما تذكروا إن نجحكم بيكون بيديكم التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإسرار وثقة بالنفس أتمنى تكونوا استفدتم مستمتعتم لو عندكم أي مقترحات للقناة أتمنى إن كنت تشتركوا وتضعوها في التعليقات أسفل الفيديو أو أسفل الصفحة في الصفحة الخاصة بقناتنا على الفيسبوك اللي هتلاقوها موجودة في الرابط أسفل الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديوها تجاية إن شاء الله وتستفيدوا وتستمتعوا مع قناة Easy English ومستنوا